قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الصور التي نشرتها إسرائيل لأسلحة تقول أن جنودها عثروا عليها داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة ليست كافية لتبرير إلغاء وضع المستشفى باعتباره محميا بموجب قوانين الحرب وقال مدير قسم الأمم المتحدة في هيومان رايتس ووتش أن المستشفى تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي أنه يجب استمح للأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف وغيرهم من العاملين بالمستشفى بالقيام بعملهم فضلا عن حماية المرضى وأضف أن المستشفيات لا تفقد تلك الحماية إلا إذا أمكن إثبات ارتكاب أعمال ضرة من مباني من مبانيها مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على ذلك